المواطن حاتم زهرمان وهو شقيق الشهيد المعاون أول إبراهيم زهرمان الذي سشهد إلى جانب رفاقه في كمين في جرود عرسال على قنبلة معلقة على عجلة سيارته المتوقفة أمام منزله في بلدة الحكر في عكار وهي معدة للتفجير الخبير العسكري والقوى الأمنية حضرت إلى المكان وتولت فك القنبلة وباشرت تحقيقتها ما هذا عمل شيء ما نعمل شيء بيتعطف عن نملي أزماجي قدامه على الأرض بيتعطف عليها بيحيد عنه أش يعمل معه؟ مين هو مقصود؟ مين هو مقصود بالله؟ مين يقصد ألا باب الله؟ يضرب من ضربة الحق بجاهة اسم الحق ورب العالمين اللي حاول الدنيا بقدرته أصدقاء زهرمان وأقرباءه حضروا بدورهم إلى منزله متضامنين وطالبوا الأجهزة المختصة لإسراع في تحقيقاتها وكشف المتورطين تحسبا لردود فعلا غير محسوبة لا سيما أنهم تخوفوا من وجود رسائل سياسية وراء وضع القنبلة هذا وقد أصدرت قيادة الجيش مدريات التوجيه بيانا أكدت فيه أن عناصرها عطلت القنبلة ترجمة نانسي قنقر